التكرار في الزخارف الإسلامية أكثر المسلمون من التكرار في استخدام وحدات الزخارف الإسلامية النباتية والهندسية والكتابية منها وقد أسهم هذا التكرار في مساعدة الفنان المسلم على إيجاد حل لمشكلة الفراغ في التصاميم المختلفة يمكن ملاحظة مثل هذا التكرار في التحف والعمائر الإسلامية المختلفة سواء كانت حشبية أو معدنية أو نسيجا